اهلا بحضراتكم مرة تانية الحقيقة قبل الفاصل كنا بنتكلم على اتفاقية اتسمت باسم الرمح الثلاثي وتم توقعها في سنة 1958 هذه الاتفاقية تمت ما بين اسرائيل ايران تركيا اتعرفت باسم الرمح الثلاثي ونصت على تبادل المعلومات الامنية بين الدول التلاتة وعقد اجتماعات دورية فيما بينهم لمناقشة الاوضاع المشتركة في المنطقة واتخاذ القرارات اللي يتفقوا عليها سوا اما اثيوبيا فكان الاعتماد الرئيسي لاسرائيل هو نظامها السياسي اللي دعمته دعمت معاه نفوذ يهود الفلاشة في اثيوبيا علشان تكون اثيوبيا بنظامها ويهودها مصدر تهديد لمصر عن طريق نهر النيل اللي هو شريان حياة للمصريين الحقيقة من هنا لا تندهش لما تعرف ان سد النهضة مشروع مش جديد في اثيوبيا ولكن بيرجع التفكير ليه في تنفيذه وتصميمه لسنة 1959 لكن طول ما كان فيه دولة حضرة وقوية تفشل اثيوبيا في انها تحط طوبة واحدة في هذا السد اول ما الدولة تراجعت شوية وانكفت على وشها في 2011 حطت اثيوبيا حجر الاساس لسد النهضة يوم 2 ابريل 2011 اسرائيل الحقيقة لم تكتفي بدول المحيط بمصر لكن امتد التواصل الاسرائيلي مع العرقيات الموجودة في الدول العربية لتحرضها ضد بعضها البعض واثارة الفتن المورنة في لبنان الاكراد في العراق الزايديين في اليمن العلويين في شمال سوريا البربر في المغرب المسيحيين في جنوب السودان علشان طول الوقت تكون الدول دي بتاكل في بعضها فلا يستقر محيط القلب اللي هو مصر هذا المحيط الدول اللي حوالينا اللي هي بلادك الصمدة طول الوقت العنيدة اللي ما بتتنزلش عن رفضها لكل شاز وحمايتها لكل مسئولية الحقيقة ازاي كملت استراتيجية شد الأطراف والأي مدى نجحت انها تحقق أهدافها ده اللي ممكن نشوفه الحقيقة دلوقتي يعني بدأت مرحلة الستينيات ومصر بتمر بأزمات صعبة يمكن كان أهم هذه الأزمات وأصعبها أزمة اليمن اللي بدأت فيه بصورة 26 سبتمبر 1962 إعلان المشير عبدالله السلال قيام الجمهورية وإلغاء حكم الإمامة اللي كان بيتولى الإمام محمد البدر حميد الدين هنا الحقيقة أقف معاك وأقولك أنه في تاريخنا العسكري والسياسي حصلت العديد من المراجعات لحرب اليمن وجدوى أو تأثير مشاركة مصر فيها أيوة كانت خطوة لحماية الأمن المصري في باب المندب والبحر الأحمر لكن كمان خسرتنا كتير بواقع النتائج اللي ترتبت عليها كان يمكن أهم خسارة هي تفتيت الجيش المصري واستنزافه واستنزاف موارده الأزمة في حرب اليمن كان أطرفها مصر اللي قيدت الجمهورية بزعامة السلال والسعودية وبريطانيا وإسرائيل اللي أيده الإمام حميد الدين حرب اليمن اتحولت لحرب أهلية بين المؤيدين والمعارضين واستمرت أكتر من 8 سنين استنزفت مصر عسكريا واقتصاديا وسياسيا خلي بالك برضو فحرب اليمن ممكن تتفهم مبررات السعودية اللي بتعتبر اليمن جزء من أمنها القومي وأمن حدودها ممكن تتفهم مبررات بريطانيا في حرب مصالح ونفوذ بلد كانت بتحتله لكن إسرائيل هنا موقفها إيه؟ مبررتها إيه؟ الإجابة اتكلم عنها الكاتب محمد حسنين هيكل وأكدها المحللين الإسرائيليين إسرائيل وفرت شحنات من الأسلحة للقبائل المؤيدة للإمام وأقامت اتصالات مع مقاتلين مرتزقة من أوروبا كانوا بيقتلوا مع الإمام ومؤيدين مش بس كده لكن أقامت إسرائيل جسر جوي سري بين جيبوتي وشمال اليمن وعلى مدار سنين الحرب رأبت إسرائيل تكتيكات الحربية المصرية وقدرتها على التكيف مع ظروف المعارك لأن إسرائيل عرفة أن المواجهة مع مصر الحقيقة يعني آتية آتية ثم جاءت الأزمة التالية في الستنيات خلي بالحضرتك أن قبل أزمة اليمن كان فيه أزمة انفصال الوحدة أو انفصال مصر عن سوريا وانفصال سوريا عن مصر وانتهاء الوحدة ثم جاءت الأزمة الثالثة في 5 يونيو 1967 واحدة من نتائج حرب اليمن أزمة علمت علينا كلنا خلت الجميع يراجع نفسه الواقع كان بيقول أن مصر كان لازم تخرج خسرانا وتنكفي على حالها هذا هو كان المخطط لكن الحقيقة أن اتخاذ قرارات غير محسوبة النتائج كان أكبر كارثة ممكن تواجهها بلد زي مصر بيتخطط لها طول الوقت يعني ده معناه أنك لازم تكون مدرك لكل التفاصيل المحيطة بيك ومتاخدش قرار بالفعال عاطفي بالفعل كانت الهزيمة هزيمة يونيو بكل نتائجها المؤلمة سواء في خسارة الأرض أو الهيسينة الجولان، الضفة الغربية، القدس الشرقية وغزة طبعاً أو بخسارة كمان 80% من قوتنا العسكرية أو خسارة مواردنا اللي كلها اتوجهت للمجهود الحربي وتعويض الهزيمة ووقف العدوان ترجمة نانسي قنقر